نتكلم عن الكورة السابتة سواء الدفاعية أو هجومية مش هجومية بس لا بالعكس بالعكس انت بص المتشاط التقيلة المتشاط الكبيرة والفرق الكبيرة لما بتلعب بيبقى صعب يخش فيها جوه فلازم تلجأ لكذا حل الكورة السابتة سواء كورنر أو الفاولات القريبة من الجنب أو الحاجات المواجهة من على الثمنتاشر دي حلول وفيه لعيبة يعني فيه لعيبة مميزة جدا في الحاجات دي كل سمعتها وكل شهرتها جابتها من الكورة السابتة سواء بتصنعها أو بتسجلها واحد من نجوم الاهلي في الكورات السابتة بيمثل فيها خطورة علي معلول ان شاء الله اللي ينضب وقفشة برضو من اللعيبة المميزة جدا في الكورة السابت وشوفنا السنادي النادي الاهلي في مشوار الدوري احرز اهداف كتير من الكورات السابتة وعندك في الحاجات الفاولات اللي هي بتتعمل بالعرض او الكورنرز الموجود عندك حمد فتحي مميز جدا عندك ايمان اشرف عمرو السلية ديانج مروان محصن باجي كل دول اللعيبة تقدر تحرز اهداف من الكورة السابت فانا شايف برضو حتة الكورة السابتة دي مهمة جدا 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 سواء اللي لينا او اللي علينا لان برضو يعني احنا زي ما اتكلمنا قلنا التفاصيل الصغيرة فيه ناس كتيرة جدا وفيه مدربين كبار وفيه فرق كبيرة ما بتعملش حساب للكورة السابت وبتدفع تمانا وبتدفع ضربتها غالي جدا حل من الحلول المهمة جدا في مجورة كورة السابتة وانا بضم رأي راك كابتن عام